موسيقى حياكم الله متابعين الكرام أينما كنتم أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من مواطنة سوريا كثر هم من حاولوا الفرار من جحيم سوريا في عهد الأسد وزادت أعدادهم حتى فرغت سوريا من أهلها بعد لجوء ملايين السوريين منها لماذا يخرجون وإلى أين وعن ماذا يبحثون ما علاقة اللجوء بالمواطنة هذه المواضيع وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من برنامجكم مواطنة سورية ويسعدني الترحيب بالأستاذ جمال قارسلي النائب الألماني السابق حياكم الله أهلا ومرحبا بكم أهلا أهلا أستاذ فاتح بك وأستاذ مضر وجبيع المستمعين طبعا نرحب بالأستاذ مضر حمد الأسعد وهو رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين أهلا ومرحبا بكم أستاذ مضر معنا في هذه الحلقة يا مرحبا حياكم الله وأهلا وسهلا الأخ العزيز جمال قارسلي والحمد لله على سلامتكم الحمد لله على سلامتكم الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم سنبدأ معكم النقاش ولكن بعد أن نتابع سويا هذه المادة يعتبر مفهوم المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل فالفرد يكون محققا لمواطنته حينما يحصل على حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويقوم في الوقت ذاته بأداء واجباته تقوم الأنظمة الدكتاتورية بتعزيز مفهوم الوطنية الذي يعبر من خلاله المواطن عن شعور الافتخار بوطنه ودولته لكن تلك الأنظمة تغيب مفهوم المواطنة من أهم مقاومات المواطنة المشاركة المدنية والسياسية الفعالة إضافة إلى المساواة والعدالة والولاء والانتماء وإن نقصت مقاومات المواطنة المتوافق عليها فإن ذلك يشكل تداعيات على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي خنق دور المجتمع المدني في العقود الماضية فاستخدمت السلطة مصطلح المجتمع الأهلي الذي يفضي إلى تمحور الشعب حول العائلة الحاكمة وتتهم روسيا وإيران إضافة إلى نظام الأسد بالعمل على تدمير المواطنة في سوريا حيث إن سجلهم حافل بالممارسات القمعية فهل تحيى المواطنة في سوريا بعد قتلها؟ إذن متابعين الكرام أجدد الترحيب بكم بعد أن تبعنا هذه المادة أجدد الترحيب بضيفي أيضا هنا في الأستوديو الأستاذ جمال قرص لأن نائب الألماني السابق أستاذ جمال فيما يتعلق هنا بالموجات التي نراها تتزايد بين الفينة والأخرى وتتصاعد أعداد اللاجئين السوريين بادئ الأمر عن ماذا يبحث هؤلاء اللاجئون عندما يسافرون إلى بلدان غربية نعم طبعا عندما يذهب يترك وطنه يحق أن يبحث عن وطن يبحث عن وطن بديل أريد بمكانا أن يستقر ويشعر بنفسه بأنه مواطن ولكن لأن هذا فقده ببلده يعني أنا أقول هذا الكلام لأنني أنا من الضحايا أنا من الضحايا الأسد الأبل لأن أنا غادرت سوريا في عام 1980 ولجأت إلى ألمانيا وأنا الآن أجد الموجات الكثيرة التي للأسف تخرج من سوريا ويستنزف الوطن لأن كثير من الناس أصبحوا يشعرون بأن سوريا ليست وطنا لهم أو هي لم تعود وطنا لأن من يحكم هذا الوطن يعتبره مزرعة له ويعتبره كل من في هذا الوطن هم عبيد له فلذلك يبحثون إلى مكان يوجد فيه كرامة يوجد فيه حرية يوجد فيه عدالة مساواة يوجد فيه قانون يوجد فيه حقوق وواجبات فلذلك هذا للأسف سوريا يعني ابتعدت عن ذلك وربما أفضل مثال قبل يومين يعني عندما غرق الغارب على الشواطئ في طرطوس لم يتحرك النظام ولا الروسي حتى بأن ينقذوا سوريا واحدا فإذن أصبح للنظام الحاكم في سوريا السوري الذي يغادر سوريا هو السوري الجميل وأن هذا الوطن له بقدر ما يقل هذا العدد بقدر ما يكون هو مستولي على هذا الوطن طيب عندما نتحدث عن موجات للوجوه ربما نتحدث عن ملايين السوريين أصبحنا هل كلهم يبحثون عن وطن؟ أنا أصور ليس كلهم هناك من يرى فيه نوعا فيه المغامرة هناك من يريد أن ربما نحسن وضعه المعيشي للأسف يوجد بينهم كذلك منهم تابعين للنظام منهم شبيحة هناك كذلك أولاد المسؤولين الذين ربما ليس لديهم مشكلة وهؤلاء حقا يعني يزيدوا الطينة بلا يزيدوا العدد يأججوا المشاكل في هذه الدول في دول المهجر يوجد نوع من هذا ولكن كثيرين حقا يعني لم تبقى لديهم سبل الحياة لأن المواطن هي تعني بأن هناك هذا الوطن يؤمن لك الحياة الكريمة العيش الأمن الغذائي الأمن الاجتماعي الأمن الصحي هذا ليس موجودا نهائيا ولا أقل متطلبات الحياة لم تعد موجودة في سوريا فلذلك أصبح الناس حقا يركبوا البحار يذهبوا يقوموا بهكذا مغامرات وللأسف الأسماك والحيتان في البحر المتوسط شبعت من اللحم السوري حسب الله وناب الوكيل طيب أستاذ منظر وجدد الترحيب بكم فيما يتعلق بهذه النقطة التي نتحدث عنها وأنت رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين هذا المنطلق أريد أن تضعنا في صورة الذين يهاجرون لماذا يقومون بهذه الهجرات؟ وما علاقة هذا الأمر بالمواطنة التي يبحث عنها جميع السوريين منذ عشرات السنين؟ أولا أخي الكريم فاتح لا شك بأن المواطن الذي يهاجر وطنه هو يريد أن يبحث عن وطن يجد فيه كرامته وحريته والعيش الكريم يجد فيه الملاذ الآمن ولكن أستطيع أن أقول بأن نظام الأسد منذ عام 1970 وحتى هذا اليوم هو أفرغ الوطن من فكر وقلب وثقافة كل مواطن سوري هو جعل هذا الوطن مرتبط به جعل الوطن هو سوريا الأسد أي حول سوريا من الجمهورية العربية السورية أو الجمهورية السورية إلى سوريا الأسد من أجل أن تكون هذه العصابة هي الحاكمة في كل شيء الحاكم المطلق في سوريا مما جعل الكثير من يبحثون عن الأمن والأمان يهاجرون أولا إلى دول الجوار إلى بعض الدول العربية ومن ثم إلى أوروبا وهذا الأمر أفرغ سوريا من العقول من المفكرين من الكتاب من الأكاديميين أفرغ سوريا من الحرفيين وكل ذلك الأسد يريد هذا الموضوع أستاذ مدر هنا حتى الدول التي لجوا إليها منها دول الجوار نجد أن هناك لاجئين كثر بالمئات بالألاف وربما يصل إلى مئات الألاف العدد يخرجون مثلا من تركيا من لبنان من الأردن من غيرها يخضون البحار رغم أن الوضع المعيشي قد يكون جيد نوعا ما أو مقبول نسبيا إلا أنهم ربما يبحثون عن استقرار أو يبحثون عن وثيقة يستطيعون من خلالها العيش والبحث يعني العيش ضمن كرامة المواطن كما يقال هل توافقون على هذه النقطة وهذا الطرح؟ نعم نعم حقيقة نتوافق في هذه النقطة هناك إنسان قنوع هناك إنسان طموح هناك إنسان يريد الأفضل ويريد المزيد دائما ولكن عموما دول العالم الثالث هي دول متسلطة ذات أنظمة استبدادية حتى في لبنان رغم أن الحياة فيها يعني على مبدأ ما شحاله ولكن هناك استبداد هناك ظلم هناك ديكتاتورية هناك عصابات متحكمة في لبنان في تركيا هناك أحزاب معارضة هناك أحزاب تشكل الحكومة المواطن التركي مواطن طموح يريد الأفضل والأفضل لذلك نجد بأن هؤلاء يغادرون أوطانهم هم ليس بحاجة إلى حرية أو كرامة الحرية والكرامة الموجودة ولكن هم يبحثون عن الحالة الاقتصادية المتقدمة وخاصة في تركيا على سبيل المثال هناك في تركيا حاليا حوالي ثمانية مليون لاجئ ورغم ذلك نجد بأن بعض الأتراك يغادرون إلى أوروبا بحثا عن الوضع الاقتصادي الأفضل بحثا حتى عن التكوين الاجتماعي يكون أفضل في الدول الأوروبية من ناحية الدراسة من ناحية الطبابة من ناحية المعيشة يعني مثل سويسرا أو ألمانيا أو فرنسا أو ليكسنبورغ وهذا الأمر يدفع الإنسان بأن يطمح بأن يكون حياته أفضل وأفضل في هذه الدول جميل ربما شريحة لا بأس بها يعني تبحث عن هذا الأمر الذي ذكرتمه تتوافق في هذه النقطة أستاذ جمال فيما يتعلق هنا بالبحث فقط عن الحياة الاقتصادية أم أن هناك ظروف بالفعل يبحث فيها عن ممارسة حقهم الديمقراطي الاتخابات وأنتم لكم تجربة سابقة في هذا المجال خاصة أنكم كنتم من أوائل وربما أول من أسس حزب ألماني في ألمانيا بقيادتكم وخطم تجربة البرلمان وكان لكم الحياة السياسية التي ربما لو كنتم في سوريا ألاف السنين لم حققتموها أو لو كنتم في بلد آخر لم تستطيعوا أن تبنوا هذا الشيء الذي كنتم ببناء فقط ليس عامل اقتصادي هي حقا الكرامة أو الاعتراف بك أو جعلك قسم من المجتمع أنا دائما أقول لأني موضوع الاندماج دائما له عاملين أنه الذي يأتي عليه يجب أن يكون مستعدا لأن يندمج وعلى المجتمع المضيف أن يكون يفتح أبوابه ويدمج هذا المغترب ولكن عندما لا تجد هذا المناخ لا تجد هذه الإمكانية فتشعر بنفسك دائما بأنك غريبا بأنك على طرف بأنك في حالة انتظار لا تعلم متى سيرجعوك إلى الذي قتلك وهجرك متى سيتغير وضعك فلذلك فكثير من الناس تبحث عن الكرامة تبحث عن المساواة بقدر ما يكون المجتمع المضيف هو يفتح أبوابه ويعطي حق المساواة للمغترب بقدر ما يكون الاندماج أكثر والحافز أكثر أنا أعطيك مثالا عندما درست كنت أدرس في الجامعة في ألمانيا وهو والد دراستي في تعليم اللغة العربية للاجئين اللبنانيين في ذلك التاريخ فكنت آتي بعضنا أحيانا إلى الصف لا أجد ولا طالب كلهم لم يحضروا السبب يقول والله معلم جمال سمعنا أنه اللبنانيين بدون رجعون يعني عندما أذن لا يتعلم اللغة ولكن عندما تقول له خذ هذه الإقامة المفتوحة أو خذ الجنسية فإنه سيتعلم وربما سيبيع بيته وعقاره في لبنان وفي سوريا وربما يستثمر في هذا البلد الجديد ولكن عندما لا يوجد هناك استقرار فيبقى بعيدا عن المجتمع وكذلك على المجتمعات حقا التي تستضيف هؤلاء الناس أن تعطيهم الشعور بأنهم جزء من هذا المجتمع أن له دور في هذا المجتمع أنا التصادمت مع كثير من زملائي في البرلمان في بعض الأحيان كان يأتي إلي مثلا أحد الزملائي يقول لي ما اسم وزير خارجيتكم أنا أقول له اسم وزير خارجية الألماني أقول لي ألا تفهم إلى هذا اليوم بأنني أنا نائب ألماني مثلي مثلك لماذا تسألني أتريد أن تذكرين بجذوري السورية أتريد أن تذكرين بأننا آتي من سوريا فلذلك المجتمع في بعض الأحيان هي التي تخلق مهاجريها تخلق أجانبها تخلق قلياتها فلذلك حقا هناك مطلوب من المجتمعات التي تستضيف هؤلاء الناس أن تفتح بوابها وتضع أمكانياتها الآن دعني أقول كثير من اللاجئين يتوجهون إلى ألمانيا يتوجهون إلى أوروبا لأن حقا هذه المجتمعات تطورت أنا أقارن أنا منذ 43 سنة في ألمانيا أقارن الآن وقبل 43 سنة المجتمع الألماني والسياسة الألمانية تغيرت بالجاهة اللاجئين بشكل كبير يعني وإيجابي لأنها تعلمت من هذه التجربة فلذلك أصبحت تحتضنهم تعلمهم تشرط عليهم مثلا ألف ساعة لغة تعلم اللغة كيف الاندماج كثير من الأمور في ذلك أمل أن يتم ذلك هكذا مناخ هكذا طريقة في الدول الأخرى ذكر نقطة الأستاذ مدر قبل قليل أن البعض حتى مجنس في البلد المجاور التي لجأ إليها في بداية المطاف ولكنه يخرج إلى الدول الأجنبي إلى الغرب تحديدا إلى ألمانيا إلى السويد إلى غيرها من هذه الدول لماذا؟ نعم هو مجنس ولكنه لم يتم الأتراف به كجزء من هذا المجتمع لا زال ينظر إليه كأنه أجنبي كأنه غريب كأنه جسم غريب كأنه معلق فوجد أنه لا يشعر بالإطمئنان لم يعطله هذا الشعور بأن هذا هو وطنه وطنه جديد علينا أن المجتمعات مضيفة تعطي للمغترب حقا الشعور بأن هذا هو وطنه جديد وهذا مستقبله ومستقبل أولادي أنا سألت بعض الناس لماذا يتصرف هذا التصرف يقولوا في السابق كنا نعمل كثيرا نعمل 14 و15 ساعة في اليوم وأجرنا قليل ولكن كانت لدينا كرامة كان المجتمعات تحبنا وتستضيفنا ولكن الآن ربما نربح أكثر ونستفيد أكثر ولكن نرى بأن المجتمع لا يريدنا وهذه مشكلة حتى في مجتمعات أخرى للأسف يعني هذه يعاني منها تصوروا مثلا الآن أفريقي أسود في مجتمع أوروبي عندما لا يشعر نفسه أنه من هذا المجتمع حتى يتضايق يعني الهجرة ليست مرة واحدة وانتهت الهجرة ممكن تكون هجرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يشعر الإنسان بأن هذا هو وطنه هذا المكان الذي يستطيع أن يستقر فيه ويعيش فيه وكرامته لأن الكرام والحرية قبل كل شيء قبل الأكل والشرب وكل شيء جميل جدا أستاذ مضر قبل أن ننتقل لمحوري الثانية أريد هنا أن أخذ تعقيب منكم على ما تفضل به الأستاذ جمال بأن أي مواطن وخاصة في سوريا هو يبحث عن وطن يحقق فيه أو يجد فيه الأمن والأمان هو يريد أن يعوضه عن المآسي التي عاشها في ظل الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية عندما نذكر سوريا نجد بأن عدد السجون والمعتقلات أكثر من عدد المعاهد والجامعات والمراكز البحثية هذا الأمر يدل على أن هذا النظام هو لا يريد الاستقرار للشعب السوري ولذلك نجد بأن الشعب السوري يفضل الموت في البحار يفضل الموت على حدود الدول من أن يبقى في وطنه عندما ندقق في ذلك نجد بأن أكثر من نصف الشعب السوري حاليا هو خارج سوريا لماذا؟ لأن نظام الحكوم لا يريد أن يبقى الشعب السوري داخل سوريا أساس المشكلة بحسب وجهة نظركم هي النظام هي وجود هذا النظام معرق لوجود دولة تحمي هذا المواطن نعم لا شك بأن الأنظمة السبدادية الأنظمة المخابراتية الأنظمة الأمنية هي التي تتحكم بمصائر الشعب السوري على سبيل المثال هي التي تتحكم حتى بعملية التنفس للمواطن السوري هي التي تتحكم بكل شيء في سوريا هي التي جعلت المواطن السوري يخرج من سوريا باحثا عن الأمن والأمان وعن الوطن الجديد الذي يحفظ حريته والكرامته طيب هذا الوطن الجديد سنتحدث عنه ولكن بعد أن ننتقل لنستمع إلى استطلاع أجراه مراسل وطن FM سألوا المواطنين من خلالهم الذي يبحث عنه المهاجرون من سوريا وتركيا ولبنان إلى البلدان الغربية طبعا هذه على وجه الخصوص ولكن هناك العديد من البلدان التي يخرجون منها هل لو تحققت المواطنة في الوطن الأصلي تتقلص أعداد المهاجرين دعونا نتابع هذا الاستطلاع ثم نعود لنكمل النقاش نعم وهذا الأمر أكيد أننا في حال حققنا الشروط والخصائص المتعلقة بالمواطنة سيؤدي إلى استقرار المواطن ومساهمته في بناء مجتمعه ويكون أكثر عطاءا وبزلا لبناء هذا المجتمع الذي يتبادل معه الولاء بالولاء ويحقق مقويمات الأساسية للمواطنة وهي المسواة والعدالة والولاء والمشاركة وعدم الإقصاء فمفهوم المواطنة هو مفهوم اتبعته أغلب الدول المتقدمة وجعلت من مواطنها ومواطن مشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يوجد إقصاء لأي من المواطنين فتطبيق مفهوم المواطنة كما تعارف عليه كل الشراح ومن عرف هذا المفهوم سيؤدي بالضرورة إلى تقليص عدد المهاجرين في أشخاص بيحسوا أنه البلد اللي هنين عايشين فيها ما عم تلبي ضموحات ما عم تلبي أحلام فمدائماً يكون تتحقق شروط المواطنة للأسان بفضل أو تقلص الأعداد للهجرة طبعاً عندما يحصل الفرد على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإذن التساوي بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات وإتاحة جميع الفرس أمامهم باختلاف عقائدهم الدينية ومعتقداتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية حيث ممكن تحقق ذلك بوجود ضمانات قانونية وقضاء عادل ونزيه ينصف كل من تتعرض حقوقه للانتهاكات حينها تتقلص أعداد المهاجرين هذه الهجرة هي بسبب العامل الاقتصادي بسبب الوضع الأمني في هذه البلدان التي تشهد مؤخراً حروب ونزاعات بسبب الخوف الذي يعيشه الناس في هذه البلدان يعني في الحقيقة لو تحققت المواطنة في الدول الأصلية لهؤلاء الشبان والعائلات لما فكروا بالمخاطرة بحياتهم والهروب عبر قوارب الموت إلى أوروبا لكي ينعموا بوضع قانون جيد ينعموا بأساسيات الحياة وشروط المواطنة بحقوق المواطن الصحيحة والحقيقية هذا الشيء أكيد ميغني ما في شك وسبب هجرة الناس من سوريا والهجرة بالبحر والناس بتغرق والناس بتتموت هو السبب الأساسي عدم وجود الرعاية الصحية عدم وجود المدارس عدم وجود دخل اللي يعيش فيه من الأشخاص عدم وجود المنازل اللي فيها الناس بتعيش وتتكون للأسرة السبب الأساسي لخارج الناس من سوريا هو عدم وجود هاي الأمور العدمين في حالة تأملت كل هاي الأمور شيء أكيد مئة مئة كل الناس اللي عم تشوفها عم تغامر بالبحر و عم تغامر بالبر و بالغابات انها ترجع لسوريا وتعيش وكأنه ما صار عندهم أي شيء يعني برأيينا أنه عم يتطلع على شيء في معي شيء أفضل شيء أحسن ممكن للأمان أنه هون في مضايقة مصنع أما في شوي بسر في غلط أحيانا يعني خليك قريب من بلدك بيبقى أفضل وهون كمان في بصير تعارف تعلم اللغة بصير أفضل وكمان هون في أمان يعني ليش منه واحد عب يباعد بيترك بلدهم فايك الله يهديهم وإن شاء الله أما بيروحوا لغربي يعني كمان غربي يعني غربي يعني غربي إسا بيطلعوا لغربي تاني في طلب المعيشة فمعيشة وينما كان واحد بيعيش فالسبب الرئيسي لهذه الإجراء هو عدم وجود الوطن وعدم وجود سبل العيش حتى الدول التي لجأ إليها الشعب السوري لم يتمكنوا من إنجاز مواقف تخدم حياة المعيشية اليومية إضافة لضياع مستقبل الأطفال ضياع شريحة كبير من الناس في البحار وفي الغابات وفي الدول عديدة من الدول البلقان الأمر المهم جدا أنه يجب أن تحل القضية السورية سياسيا حتى يعود الناس إلى وطنهم ما دفع الناس للهجرة وهذا العناق وهذا الشقاق والمخاطرة في البحار والغابات هو عدم وجود وسائل الحياة الحقيقية وعدم وضوح مستقبل لهذا الجيل طب هونك شو رح يشوفون ما يحلم به الشعب السوري من هذه الدول أن يحصلوا عليه هو الحد الأدنى للمعيشة فقط لا أكثر ولا أقل الحقيقة هو الوطن هو الاستقرار الحقيقي لهذه الشعوب لكن طمعا في أن يرداح من عماء الحياة ووجود دخل يكفي للمعيشة لأولاده ويأمن شيء من المتطلبات هاجرين بشكل عام اللي عم تهاجره هلا هو السبب أول سبب اللي هو الرئيسي كوجة نظري هو سبب الأمان أني عم يدور على أمان على حياة أفضل اللي كان مثلا متزواج عم يدور على حياة أفضل لأولاده لدي راستون وحتى لائله كعمل يعني ما عد في عمل بشكل عام منيح حتى يقدر يعيش أولاده ويأمن له الحياة أفضل هلوش اتنظر كمان أنه الفئة الأكبر اللي هي عم تسافر هلا حاليا هي الشباب لأني عم يدور على حياة أفضل كمان أحكي كمان العمال وكمان يأمنوا ويستقبلهم لأنه العالم صبرة كتير وصلت لمحلة أنه خلاصين وصلت لطريق مزدوك بدأ تمشي يعني الدنيا عم تمشي حياتها عم تمشي أي إنسان بالعالم بيدور لحياة أفضل مستمعينا ومتابعينا الكرام تابعنا آراء المواطنين حول هذه النقطة التي نطرحها وجد الترحيب ضيوفي أستاذ جمال أريد أن أسألك عن الانتماء ذكرت قبل قليل نقطة غاية في الأهمية لها علاقة بالانتماء إلى الوطن هل يكون بعد اللجوء بعد الهجرة إلى الوطن الأصلي أم إلى الوطن الجديد هي طبعا حقا نوع من الانفصام بالشخصية أنا كنت دائما أقول في ألمانيا وفي كثير أقول في صدري يوجد قلبين ينبضوا القلب السوري والقلب الألماني وعندما ينبضوا بشكل انسجام أنا أكون سعيد جدا هو حقا وأقوله كنكتة كنت أقول لدي انفصام في الشخصية عندما أكون في سوريا أقول لدينا في ألمانيا وعندما أكون في ألمانيا أقول لدينا في سوريا فأنا أنتبه إلى الطرفين طبعا هذا الانتماء صوره ليس عيبا بينما تنتبه إلى جذورك ولكن هذا الموضوع له علاقة أنه كيف استقبلك الوطن الجديد وكيف عطاك حقوقك أنا أريد أن أسألك هنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة جمال قارسلي سوري أصله سوري ألماني أين مارس المواطنة شعر بها طبعا بدو شك يعني في ألمانيا أنا مشعرت بالمواطنة الكاملة أخذت حقوقي دخلت الانتخابات دخلت البرنامان أسست عزب أخذت يعني أنا استمتعت بها بكاملة صراحة وعطتني الكثير الكثير وتعلمت الكثير الكثير ولكن يبقى انتماء السوري موجودا إن شئت ونبيت أنا بعد 43 سنة لازلت ملتزم في القضية السورية لازلت ملتزم مع الثورة السورية مع أهلي مع وطني ربما سألوا أم قالوا لها من هو ابنك الذي تحبينه أكثر قالت هو مريض أو الذي في حالة صعبة وأنا الآن أتضامن مع سوريا أتضامن مع الثورة السورية مع وطني سوريا ولكن وطني الجديد ألماني له فضل كبير عليه وعلمني الكثير وكما قلت وأنا عملت في أثناء فترة البرلمانية بالتقارب السوري الألماني بشكل كثير وكانت هناك مشاكل عالقة وعملنا حقا على إزاحاتها فلذلك يعني أنا ألماني ولكن سوري الأصل وأتهمني سوريا جدا ومسحة سوريا جدا جميل ذكرت يعني قضية البرلمان كثيرا أثناء حديثك وربما تعني لك شيء يمس يعني في داخل الإنسان موضوع الممارسة السياسية إذا عزل مثلا عنك هذا الدور الدور السياسي الذي قمت به الدور الانتخابي الدور تأسيس الحزب كذلك الأمر وقال لك يا أستاذ جمال تعود مثلا إلى بلد لا أريد أن أقول مثلا سوريا وما تمارس هذه الحقوق هل توافق؟ لا لا هذه حقوقي حقوقي الأساسية لأنني لا أستطيع حقا أنا من الناس لا يستطيع أن يكتبوا صوتهم يعني ويقول رأيه وفي أحيانا دفعت الثمن غاليا والتزامي مع القضايا الفلسطينية دعوني أدفع الثمن غاليا ودفاعي عن العرب والمسلمين في أوروبا دعان في ألمانيا دعاني أدفع الثمن غاليا لا الناس طبعا هذا هذا جزء جزء من شخصيتي فلن أنا تنازل عن ذلك هذا شيء مهم لأنه هي هي كرامة الإنسان أن أقول كلمتي أن أقول رأيي أن لا أن أركع على كل كل كلام يقال وهذا بالنسبة لي مهم جدا هذا ما رسته في أوسع النطاق وأثمنى أن يذوق طعمه عندما يذوق طعم هذا الإنسان الحرية والكرامة والعدالة والمساواة فالصور لن تستطيع أن تتنازل عنها جميل جدا أستاذ مضار فيما يتعلق هنا بالانتماء الانتماء إلى البلد المهاجر إليه يعني هل يجب أن يكون متوافق بنفس المستوى مع الانتماء إلى البلد الأصلي ولكن ربما يعني يرى البعض أن هذا البلد الجديد الذي سأذهب إليه هو من سأقضي فيه حياتي كيف تنظرون إلى هذه النقطة والله شوف أخي الكريم البلد الذي ولدت به البلد الذي عشت به أيام الطفولة يبقى راسخ في الفكر وفي القلب وفي الثقافة يعني على سبيل المثال رغم أن على سبيل المثال أنا عشت في تركيا أصبح لي عشر سنوات متواصلة أنا لم أعش في دمشق عشر سنوات متواصلة ولكن يبقى الحنين إلى دمشق يبقى الحنين إلى الحسكة يبقى الحنين إلى الشدادي ولكن في تركيا أنا عشت المواطنة بشكل حقيقي وبشكل صحيح رغم أني لم أحصل على الجنسية التركية ولكن هنا في تركيا أنا عشت في الحرية وجدت كرامتي في تركيا أنا وجدت الأمن والأمان في تركيا على سبيل المثال في عملي الإعلامي أنا أتكلم بكل حرية وبكل صراحة إلى الفضائيات وإلى وسائل الإعلام التركية والعربية والعالمية في تركيا على سبيل المثال مارست العمل السياسي بكل حرية وحقيقة أكثر من ما كنت أطمح في ذلك وأكثر ما كنت أتوقع في ذلك بينما في سوريا لا يمكن لك أن تعيش من دون إذن المخابرات من دون ما تكون سطوة المخابرات عليك الإعلام في سوريا مفقود الحرية معدومة العمل السياسي لا يمكن أن تعمل في السياسة بدون الأحزاب المتسلطة لا يمكن أن يتركون لك أي مجال في العمل بكل حرية أو حتى لو كانت 5% من الحرية أنا اجتمعت مع أحد المسؤولين الكبار في سوريا في الشهر الأول من الثورة فقلت لهم يجب أن تسمحوا للناس أن تعيش بنوع من الحرية حتى لو كانت بسيطة فقال لي أعطيني مثال قلت له على سبيل المثال قرية من 500 بيت أتركوا لأهالي القرية بأن يختاروا مختار القرية بأنفسهم حتى يشعروا بأنهم قد حصلوا على حريتهم فقال لي بالحرف الواحد هل تريدون أن تسيطروا على الحكم أو هل تريدون أن تكونوا أنتم سادة هذا البلد تخيل حتى على مستوى مختار لا يريد أن يعطيك هذه السلطة وهذه المساحة الصغيرة جدا من الحرية إذن نحن كنا أمام السلطة قمعية أمام السلطة استبدادية أريد هنا أن أتوقف عند هذه النقطة وأختم معكم بهذا السؤال هل الدولة هي من تحقق المواطنة أم الشعب من يستطيع أن يحققها عندما أراد الشعب السوري أن يحقق المواطنة وأن يحب الوطن وأن يدعم الوطن تم قصفه بالدبابات والطائرات والمدفعية وتم قتل أكثر من مليون مواطن سوري من قبل نظام الأسد والأنظمة الاستبدادية الداعمة لنظام الأسد عندما أراد الشعب السوري أن يعيش بحريته وكرامته تم تهجير أكثر من نصف الشعب السوري أي أكثر من 12 مليون مواطن سوري خارج وطنهم عندما أراد الشعب السوري أن يعيش بحريته وكرامته تم تدمير أكثر من 65% من البناء التحتية في سوريا وعلى مساحة الجغرافية السورية شكرا جزيلا لكم أستاذ مدر حمد الأسعد لمشاركتكم معنا في هذه الحلقة رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين أهلا ومرحبا بكم دائما معنا في وطن FM شكرا جزيلا لمشاركتكم في برنامج موطنة سورية بارك الله بكم شكرا لكم أستاذ جمال أريد أن أسألكم هنا هل يشترط أن تمارس المواطنة وتعاش في الموطن الأصلي أم المواطنة العالمية باتت تلائم أي مواطن حاصل على جنسية البلد المتواجد فيه وماذا كذلك الأمر عن الأمثلة التي من الممكن أن تطرحها لنا في هذا اللقاء العملية التي قمتم بها لا لا المواطنة هي متعلقة بالشخص نفسه ليس متعلقة بالأرض والمكان أنا عندما أذهب إلى أي مكان كان إن كان في جزر الكناري أو في اسبانيا أو في ألمانيا وعندما أجد حقا هناك حقوقي مصانة ومقاومات الحياة موجودة فهذا هو وطني عندما أتكلم بحرية وكذا ليس إنه المكان الذي أنا ولدت فيه فإذن في كل مكان هو وطني عندما أحصل على حقوقي وطبعا وأقوم بواجباتي فهذا هو وطني وهذا ما يأمله الآن المهاجرون السوريون إلى كل مكان أن ما يجدوا وطنا جديدا هناك يتأقلموا يقود حقوقهم يقوموا بواجباتهم ويتمتعوا بكل يعني من الواع الديمقراطية والحرية وكذا في هذه البلاد طيب بالنسبة لموضوع الدولة الذي سألته للأستاذ مضر عنه مثلا هل يمكن أن نقول أن ألمانيا هي التي حققت للأستاذ جمال أن يمارس حقوقه يعني هذه هي التي منحته هذا الموضوع أم أن الشخص هو من يستطيع أن يمارس حقوق المواطنة هذه المعادلة الجدلية ربما تحتاج إلى تفصيل تحتاج إلى فكفك كما يقال لا لا هو يتعلق بالشخص نفسه طبعا أنتما أنت تعمل وتنطلق بالمواطنة ولا يجد شيء مستحيل أن هذا هو وطني أريد أن أصلي على المستويات فتعمل بذلك وعندما تعمل فيقدر ذلك المجتمع الجديد ويقدم لك وعندما تكون كفأا وأنا أقولها دائما عندما تكون مغتربا عليك أن تكون أفضل من ابن المواطن الأصلي حتى يضعوك في هذه الأماكن ولكن نرجع إلى هذا السؤال الذي طرحته من قبل قليل بأن هل الدولة هي التي تعمل ذلك الحكومة والدولة أما الشعب هو أساس كل شيء الدولة والحكومة والرئيس هم بخدمة الشعب عندما الشعب يكون شعبا صحيحا وينتخب من يريد فعليها ويكون يكون خدمة لهؤلاء طب إذا كانت السلطة استبدادية هذا موضوع آخر لأنه عندما نعرف أن استبدادية فلا عليك أن تقاومها الآن الثورة السورية لماذا انطلقت؟ لأن هذه السلطة استبدادية وأردت حريته ولكن نعرف ما هو الآن ردة فعلها سوريا يعني ما حصل في سوريا لم يحصل في العالم كله وأنا دائما أقول حقا النظام السوري تجاوز النازية تجاوز النازية بشكل مطلقي أن هناك مثلا إلى جانب سجن سيدنايا يوجد محرقة والعالم الآن يشجب بأن الحقبة النازية كان يجهد محارق ولكن يوجد محرقة والعالم يعرف ذلك هناك من يقول للقوى الخارجية تعالوا واذبحوا أبناء بلدي دمروا ونحن أنا ابن منبج وأعرف ماذا حصل في مدينتي وكم قتل من أهلي بهذه الطريقة بدون سبب وهم في بيوتهم كيف لماذا تهجروا؟ فهذه كل الأمور هذا موضوع آخر هذا ليس له علاقة لا بالشعب ولا بالحريات هذا له علاقة بدكتاتورية مطلقة بإنقلاب عسكري بنظام فاشي إلى أبعد الحدود وهذا يحكم البلد للأسف سوريا صدقني لا يوجد مثيل لها في العالم كله شكرا جزيلا لكم لوجودكم معنا في هذه الحلقة من برنامج مواطنة سوريا سعيدين جدا بوجودك معنا أستاذ جمال نائب الألماني السابق كما أشكر كذلك الأمر ضيفنا الذي شاركنا الأستاذ منظر حمد الأسعد رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين أشكركم متابعينا على حسن الاستماعي والمتابعة نلتقي في حلقات جديدة ها هو فاتح حباب يحييكم في أمان الله اشتركوا في القناة